بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض يا شباب عن علم النفس التربوي المناهج اللي بتستخدم في دراسة علم النفس التربوي استعرضنا في المحاضرة السابقة المنهج التاريخي اليوم بنستعرض المنهج الوصفي طيب السؤال الطبيعي اللي هسأله اي طالب ايه هو تعريف المنهج الوصفي المنهج الوصفي من المناهج البحثية اللي بتستخدم ان احنا نصف ظاهرة معينة سواء باستخدام الكم يعني الارقام او الكيف من خلال الألفاظ عن طريق جمع المعلومات حول هذه الظاهرة اللي بيميز المنهج الوصفي انه يتناول ظاهرة كما هي في الواقع طيب تعالوا نشوف خطوات المنهج الوصفي زي ما خدنا خطوات المنهج التاريخ أول خطوة انه يكون هناك مشكلة انه نشعر انه هناك مشكلة موجود وحدد هذه المشكلة مثلا مشكلة البطالة مثلا مشكلة الاتجاه نحو طلاب الجمعة اتجاه الطلاب نحو الجمعة هل هو ايجابي ولا سلبي الاتجاه نحو التعلق هذه شعور بمشكلة ابدأ جمع المعلومات حول هذه المشكلة ثم اضع فروض اي حلول محتملة لهذه المشكلة اختار العينة اللي انا اطبق عليها اذا كنت اخذ رأيي الطلاب ولا رأيي عضاهي التدريف ثم ابدأ احدد الادوات البحث بتاعتي اذا كانت مقاييس او اختبارات ثم تأتي خطوة ان انا اصل الى النتائج وفي النهاية اقدم تحليل هذه النتائج وتوصيات خاصة بالبحث طيب تعالوا نشوف انماط الدراسات الوصفية عندنا بعض الانماط والاشكال للدراسات الوصفية زي الدراسات المسحية نحن نعمل مسح لبيانات معينة حول ظاهرة او مشكلة راهنة في الواقع ان انا اجي اعمل مسح لجمعة الملك خالب اشوف مسح للجامعة من ناحية عدد الطلاب عدد الفصول عدد القاعات وهكذا فذا اسمه بحث مسحي الغرض منه ان انا اصل الى معلومات مسحية حول موضوع معينة ايضا دراسات العلاقات المتبادلة زي دراسة الحالة زي الدراسات العلمية سواء السببية او الارتباطية زي العلاقة بين المتغيرات العلاقة بين الذكاء والتحصيل احد انواع الدراسات العلاقات الارتباطية طبيعة اهمية دراسة علم النفسي بالنسبة لنا ده النشاط اللي احنا هنأخذه بعد ما تناولنا موضوع منهج الوصفي ان احنا في مجموعات مع بعض كده ان شاء الله يا شباب نبدأ نشوف ظاهرة نفسية او مشكلة موجودة في الواقع ونحاول نستخدم خطوات المنهج الوصفي لحلها بكده انتهينا من المنهج الوصفي كاحد مناهج البحث في علم النفس التربوي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة